نروح للمواقع الإخبارية وناخد أول خبر من موقعنا موقع صدى البلد أجرى أحمد صبري رئيس تحرير موقع صدى البلد وميرة توفيق مسؤول الملف القبتي حوارا لم تنقصه الصراحة مع قدسة البابا توادرس بابا الأسكندرية وباتريارك الكرازة المرقصية ومن أهم ما جاء في هذا الحديث السيسي إنسان جاد وعد فأوفى بإعادة ترميم الكنائس أزمة دير وادي الريان في طريقها للحل وبدء شق الطريق فيلم عن حياة البابا شنودة برعاية الكنيسة تقارير الخارجية الأمريكية حول وضع الأقباط في مصر مغرضة الكنيسة تجدد نفسها تلقائيا لمواكبة العصر اسمح لي أضم البوست اللي بعده في نفس السياق أو مش في نفس السياق لكن هو خبر برضو متعلق بالكنيسة بشكل أو بآخر من موقعنا أيضا موقع صدى البلد نفأ المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب الأخبار المتداولة حول مناقشة مسودة مشروع قانون إعادة بناء وترميم الكنائس خلال زيارة اللواء ممدوح شهين مساعد وزير الدفاع لشؤون القانونية للوزارة وأكد الوزير أن الزيارة لا علاقة لها بمناقشة أي مشروع من مشروعات القوانين التي تعدها الوزارة مطالبا بمراعاة تحري الدقة في نشر مثل هذه الأخبار طيب أنا ليه ضمتهم لأن الاتنين فيهم كلام عن الكنيسة المصرية نروح للحديث الأول اللي هو أجرى زميلنا رئيس تحرير موقع صدى البلد الأستاذ أحمد صبري هذه هي نقاط في غاية الأهمية يعني الأربع نقاط أو الخمس نقاط الكنيسة تجدد نفسها التقارير الخارجية الأمريكية مغرضة فيلم عن حياة البابا شنودة وغيرها عايز تعليق حضرتك أنا على فكرة يعني عجبني هذا الحديث وكان في منتهى الجمال وخدته فكرة أنباء الشق الأوسط يعني خدنا منه جزء من الوكالة ونزلنا فكرة أنباء الشق الأوسط تانو كان جيد الغاية بس أنا توقفت عن تقارير الخارجية الأمريكية حول وضع الأقباط في مصر مغرضة لأن كان دايما أيام مثلا السيدات أو حسني مبارك أو رئيس حسني مبارك أو كده كان يقولك أن الأقباط في مصر مظلومين ويتعرضوا للإضطهاد الخارجية الأمريكية عندما جاء الأخوان المسلمون وأصبحت الكنائس تقسر وتهدم ما سمعناش إن الخارجية الأمريكية ما بتتكلمش طب يا عم مش فيه كنايس بتتحرق وبتاع فتبين للأقباط لأول مرة أن الأمريكيين كانوا يستخدمونهم لأغراض تخص أمريكا وإن اللي متغطي بأمريكا عريان ولذلك النهاردة الأقباط أول ناس بعد ما كانوا بيتحدثوا عن أمريكا يعني مش كل الأقباط يعني بنتكلم في العموم تبين لهم إن هما كان كل كلمة بيتكلموها عن مسيحي مصر والاضطهاد اللي موجود في مصر حتى أقباط المهجر يعني تأمينا على كلام حضرتك حتى أقباط المهجر ما بقتش صحيح هما مستغربين جدا من موقف أمريكا أنتوا إيه اللي حطلوكو يعني أنتوا كنتوا بتتكلموا أيام مباركة عن اضطهاد الأقباط والأقباط مش وغدين حقهم وملهمش النهاردة ما بتكلمتوش لي يا أمري إخوان فاكتشف الأقباط أن الذي ما يحمي أقباط مصر هما المسلمين والمسيحيين أقباط مصر المصرين هما اللي بيحكوا فكان بالفعل أنا شايف حتى فيه وطنية كبيرة جدا أصبحت فيه قلوب المسيحيين في مصر في المرحلة الأخيرة دي بعد أن تبين لهم أن المصري هو اللي بيحميه أخو المصري